مرحبا هل أخلص الدوامي وسأجيب عن بعض الأسئلة التي وردتني سابقا ولم أتمكن من الإجابة عنها بداية في سؤال هل المذيع في تعاقده مع بعض القنوات يشطرت عليه نوعية معينة من اللباس أم هو حر وليس له علاقة بتوجه القناة لكل قناة هناك جدول أو هناك وثيقة تحدد نوع الملابس الألوان هناك بعض القنوات تمنع بعض الألوان في برامج معينة أو بشكل عام على الشاشة وذلك لأنها تتعارض مع الخلفية مثلا في فرانس بانكاتر كان يسمح بلبس الكم القصير في الجزيرة كما في البي بي سي يعتمد معايير الاتيكات الدبلوماسية والتي هي أنه لا يجب أن يظهر الكوع ولا الركبة عدا ذلك الألوان جمالا يجب أن تتناسق مع الخلفية مثلا هناك نوع من الأزرق لا يمكننا لبسه ولا نظهره كأننا جزء من الخلفية نصيحة هناك من نصيحة لكل من يعمل في ميدان لم يختره ولا يحبه أول نصيحة هي أن تحاول دائما أن تجد ما تحبه وما يستهويك ولكن هذا أعرف أنه أمر صعب بالنسبة لكثيرين فبالنهاية الوظائف حاليا في عالمنا باتت محدودة وهناك خوف من البطالة ولذلك في حال كنت لا تحب مجالك ولا تحب مهنتك حاول ربما أن تخلق ضمن مهنتك ما يستهويك أو ابحث أو طور هوايات خارج المهنة تحفزك والدوام يعني يبقى الدوام والتفاني فيه هو نوع من المسؤوليات والواجبات ليه لما تخلص القراءة من الأوتوكيو يتوجه نظرك لتحت هو فيه شاشة ثانية تظهر عليها ولما بيجي خبر عاجل سوف أجمع بعض الأسئلة مع بعض لما بيجي خبر عاجل وين بيقرأ الخبر لأنه بحث ما بينظر على الشاشة اللي قدامه في الواقع تحت الكاميرا لدينا شاشة يمكننا أن نشاهد عليها ما يظهر على الشاشة عندما ننتهي من قراءة الخبر بعضنا يبقى مركزاً مع الكاميرا والبعض الآخر يفضل أن يتابع انطلاق التقرير مع المشاهدين هذا خياء شخصي في طريقة التقديم بالنسبة للأخبار العاجلة الأخبار العاجلة لا تظهر عندنا على الشاشة فإما علينا أن نتبعها على السيستم لدينا شاشة كمبيوتر مفتوحة في داخل المكتب إما نتبعها فيها هناك لا يمكنني أن أريكم الآن لأنه يوجد برنامج مرآة الصحافة ولكن يمكننا أن نتابع إما نقرأه من إذا كان الخبر العاجل أو تفاصيله من الشريط لأن لدينا أصلاً أيضاً شاشة تلفزة تظهر ما يظهر على الشاشة يمكننا بالتالي قراءة الخبر العاجل كما ورد أو أحياناً قد دوننا التفاصيل الأساسية على الورقة ونقرأها لا يمكن جمالاً للمذيع أن يقول أن يكونوا يلقنوه بأذنه ما يريد أن يقوله على الهواء لأنه سيكون هناك الكثير من الزعاج ولن ينجح في قراءة الخبر لذلك عليه أن يكون قد دوننا التفاصيل إما على الورقة أو يقرأها عن الشاشة عندما تكونين في تغطية مباشرة وتتوالى صور أشلاء أطفال وجوثتهم الممزقة تحت الأنقاض هل يمكن لك أن ترتجل في التعبير عن قصوة الصور أم أنك تلتمزمين بما يملع عليك من الزملاء في غرفة الأخبار وهل يمكن أن تعلق على الصور بعصبية وسخط بعيداً عن الحياد الأعلمي وتصبي جنة غضبك كإنسان هنا وليس كأعلمية على الجهة التي قصفت هؤلاء الأطفال أولاً كما ذكرت قبل قليل لا يمكن أن يملو علينا إجمالاً ممكن أن يلقنونا مثلاً تفصيل بسيط وإلا إن نفقد التركيز في الارتجال لذلك كل ما يمكنهم فعل لا يوجد تلقين نحن لسنا آلات نحن صحفيون يعطونا التفاصيل الأساسية مثلاً ممكن أن يقولي هذا القصف في دومة بينما أنا أعلق على الصور ولكن الباقي الارتجال يكون من المذيع والمعلومات الخلفية تكون من المذيع إلا في حال نسي شيئاً لكن التلقين يعني فعلياً يكون بكلمات بسيطة بمختصى مفيد وإلا يفقد التركيز طبعاً لا يمكنني أن أعبر عن غضبي ولا يمكنني أن أقول مثلاً يا الله ما هذا ما هذه ممكن أن أقول صور قاسية ممكن أن أقول ضربة جديدة للنظام مثلاً ولكن لا يمكنك أن تتخلى عن مسؤوليتك الإعلامية خصوصاً أنه ما لديك المعلومات حينها ستكون قليلة بقدر ما تكون الصور موجعة يجب عليك أن على الأقل في الكلمات التي تختارها أن تكون حيادياً قد لا تنجح فعلياً في صوتك وفي تعابيرك أن لا تظهر تأثرك ولكن في الكلمات يجب البقاء على الحفاظ على الحيادياً هل أنت مرتاحة في قناة الجزيرة جداً؟ هل لديك مشاريع في التغيير؟ كلا مدى التنصيق بين الجزيرة عربي وإنجليزي أعالمياً وإدارياً؟ وهل هما في نفس المبنى؟ نحن لسنا في نفس المبنى نحن لدينا كل منا مبنى ولكننا فقط نقطع الطريق الداخلي بيننا هل هناك تنصيق؟ هناك تنصيق نحن لا نتشارك في الاجتماعات التحريرية ولكن هناك تنصيق خاصة عندما يكون لديهم مقابلات عندما يذهب أحد مراسلين إلى أماكن هم لا يصلونها أو عندما يكون لديهم مراسل في أماكن نحن لا نصلها نتبادل الصور نتبادل المعلومات وقد نتبادل تقارير المراسلين كاملة وإذا كان هناك مقابلة مهمة لديهم أو لدينا أحياناً يكون لديهم مقابلات مع رؤساء من أفريقيا أكثر من الجزيرة العربية لأنها تكون بلغة الإنجليزية نترجم منها بعض الأصوات وبعض المقاطع كيف ترجحين شخصياً السبب لخلل فني وارهاب للطائرة المنكوبة؟ صراحة أنا لا أحب الترجحات ولا أحب التأويلات طالما في هكذا أمور خصوصاً ممكن تقول لي سيناريو سياسي لأن ذلك يعتمد على قراءة تحليلية أما في خبرك هذا فعلياً لا يوجد معلومات وأعتقد أنه كل ما نقوله الآن سيكون في إطار السيناريوهات وفقط تعبئة كلام ولذلك لن أدخل في ذلك إذا كان عملاً إرهابياً فهو يدل على خرق أمني شديد سواء من جانب المطار الفرنسي أو أعتدر لك وصلني سؤال مضحك هل هذا شعري الأساسي أمبروكا؟ هو شعري انظروا شعري إذن بالنسبة للطائرة المنكوبة إذا كان عملاً إرهابياً فهو مشكلة أمنية خطيرة خصوصاً للطيران الفرنسي لأن الطائرة انطلقت من عندهم أما إذا كان خلل تقني فهو مصيبة أكبر ربما قد تكون أكبر لأن يمكنك أن تشدد إجراءات الأمن ولكن أحياناً الخلل الفني يرعب أكثر أنا شخصياً كاراك إذا سعدت على طائرة سأكون خائفة أكثر من الخلل الفني من العملية الأرهابية هل هناك تعارض بين رأي المذيع الشخصي وبين توجه ومحتوى القناة التي يعمل بها أم لا بد أن يكونوا على توافق لا أعتقد أنه إجباري أن يكونوا على توافق مئة بالمئة يمكن طبعاً أن يكون هناك اختلافات وهناك كثير من الاختلافات ووجهات النظر في كل الأماكن التي عملت بها وبالعكس هذه الاختلافات تصري الشاشة لأنها تعزز الحوار ونقاش وتظهر رأي آخر ولكن في بعض الإعلام الآن المنحاس بطريقة يعني مثلاً لا يمكنني أن أتخيل نفسي أعمل في أي قناة حكومية رسمية على غرار القنوات في سوريا أو في مصر مثلاً لا يمكنني ذلك لأنها ليست مسألة فقط اختلاف رأي ولكنها أبعد من ذلك أتمنى أن يكون وضحت الفكرة لو أردت أن أعمل كأعداد برامج وكتابة مقالات فقط ماذا علي أن أدرس وفي أي كلية تنصحينني أن أدخل مستقبلاً خصوصاً أنني أريد الدخول في قناة الجزيرة إذا كان الهدف هو إعداد برامج فأنصح بكليات الأعلام وبمجال الأوديو فيجول أو المرئة المسموع لأنها ستعلمك تقنية تصوير وتقنية صنع البرامج وأعداد البرامج أما الكتابة فهي موهبة أولاً يمكن لكلية الأعلام أن تعلمك الأسس كتابة الخبر ولكن الأسلوب يجب الكتابة يومياً حتى لو كنت لم تنشر مقالاتك حتى الآن تعود أن تكتبي وأن تقارني مع مثلاً مقالات بنفس الخبر كيف كتبت مقالة أعجبتك كي تحسن أسلوبك وكي تتعود على الكتابة إذا كان هناك خبراً يتعلق بدولة مقدم النشرة بدولة مقدم النشرة وشعر بالحرج من قراءته هل له أن يعتذر عن تقديم النشرة وهل يكون مذيع رئيسي لتقديم النشرة وآخر احتياطي تحسباً لحدوث طارئ لقدر الله بارك الله فيك لا أعرف لا أعرف صراحة إذا كان يوجد أي مذيع يشعر بالحرج من قراءة خبر عن دولته خصوصاً أنا من لبنان ولا أشعر بأي حرج حول أي خبر يأتي ولا أدري ولن تصدفني هذه الحالة أبداً ربما إذا جاء خبر يزعج أو لا تراه مصيباً يحق للمذيع أن يناقش معد النشرة فيه وإذا اقتنع معه ممكن أن يزيله ولكنه لا يتعلق بدولة الشخص وإذا كنت لا تجرؤ على قراءة أخبار تتعلق بدولتك فأعتقد أنك في المهنة الخطأ هل يكون هناك مذيع رئيسي آخر لتقديم النشرة كلا ولكن إجمالاً يكون هناك في الدوامات شخص دوامه اسمه أو الاحتياطي وفي حالة الطوارئ يتم لتصل به وعليه أن يكون جاهزاً ليأتي بسرعة إلى الدوام ما هي زيارة العمل المقبلة بعد أفريقيا الوسطى؟ لا حالياً أنا حامل ولا مخططات لزيارة عمل لكن الأسبوع المقبل سأكون في لبنان وسأحاول في إجازة وسأحاول خلال إجازتي أن أعد تقارير عن مدينة طرابلس أعرضها عليكم عند عودتي إن شاء الله هل هناك تعارض بين رأي المذيع الشخصي وبين توجه ومحتوى القناة؟ التعارض الاختلاف في الرأي طالما أن القناة مهنية وتنقل الخبر بمهنية لو كان مثلاً دعنا نقول المذيع يدعم الحزب الفلاني والقناة تدعم أو توجهها مع الحزب الآخر لو كان هناك اختلاف في الدعم ولكن طالما أن التعابير تلتزم بالمهنية لا أعتقد أنه يوجد أي تأثير لا من طرف المذيع حين يسأل الأسئلة ولا من طرف القناة هذه صبرين تخرج من مرآة الصحافة أهلاً مرحباً ولذلك لا أرى أن هناك أي مشكلة في الاختلاف بالتوجهات بالعكس كما قلت سابقاً هي تثري أريد أن أكون صحفياً في الجزيرة ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر للعمل في أي قناة أعلامية يجب أن يكون لديك الحس الصحفي الحس الصحفي هو أن تعرف أين هو الخبر ابحث مثلاً هل الخبر هو وقوع الحادثة في هذا الشارع في هذا البلد أم وقوع الحادثة بعينها أم عدد المصابين أو عدم الإصابة كل هذه العوامل تختلف بين حادثة وأخرى ولذلك كلما تمرنت على أن تدرك وأن تعرف أين هو الخبر كلما سهل لك العمل في أي وسيلة أعلمية الحشرية لأنها كإذا كنت لا ترغب في سؤال أي سؤال في طرح أي سؤال لن يمكنك فعلياً أن تكون صحفياً وإذا لم تكن طبيعتك أن تتساءل أبعد مما تراه كخبر فأنت لن تنجحك صحفي ولذلك عليك أن تنمي هذه الحشرية وهذا الدافع للبحث أكثر عن المعلومات وللتدقيق بها أيضاً نحن دائماً نطالع الكثير هل لدى المذيع في قناة الجزيرة الحق في إبداء رأيها واختيار الأنباء التي سيتطرق لها خلال النشرة مسؤولية اختيار الأنباء التي ستطرح في النشرة هي أولاً على عاطق معد النشرة معد النشرة هو اسمه بروديوسر أو منتج هو الذي يحق للمذيع إبداء رأيه في هذه الأخبار في زوايا تناولها وممكن له أن يطرح أن يلفط النظر إلى موضوع ويهمه قد يكون أو هو لفت نظره ولم ينتبه له المنتج فبالنهاية نحن بشر ونحن لسنا يعني لا المنتجون يتصرفون معنا بديكتاتورية لا نقوله لا نحن نتصرف بتعالي ونفرض أخبارنا هي عملية فريق ممكن للصحفية العادية أن يلفط نظر المنتج لخبر ما الجميع ممكنه أن يبدي رأيه في ضرورة تناول خبر أو معالجة زاوية معينة ولا يوجد أي مانع الأسئلة الشخصية أين تعرفت على زوجي وهل عندي أخو؟ عندي أخت أصغر مني بخمس سنوات وأخ أصغر مني بعشر سنوات وأختي الأصغر مني متزوجة ولديها ثلاثة أطفال زوجي تعرفت عليه عن طريق أخي أخ زوجي كان أستاذي في الجامعة وهو عرفنا على بعض ما هو فريق الرياضي المفضل؟ صراحة أنا أقول أنني برشلونية ولكن للصراحة أنا لا أتابع كثيرا كرة القدم بكأس العالم مرة كنت مع هولندا ومرة كنت مع البرازيل والدورة الماضية كنت مع ألمانيا كل سنة أحدد ذلك حسب لعب الفريق ولكن أحب كرة القدم وأحب متابعة التنس أيضا كيف تقيمين الشباب العربي؟ الشباب العربي يائس وله الحق في هذا اليأس ولكن هذا اليأس هو الذي سيدفعه للتغيير وهو شباب طموح بشكل عام ولديه الكثير من المبادرات ولديه الكثير من الحماسة للتغيير وكثير منهم يعملون فعليا على تحسين وتطوير المجتمعات والمضيق ضمن نحو ما يحفظ كرامة الجميع سواء كانوا مئيا كانت توجهاتهم كانوا محافظين أو كانوا ليبراليين كما يصفهم البعض هم جميعا يعملون على تطوير المجتمع وتأمين الحقوق أولا لجميع المواطنين بعدها الاختلافات في التوجهات الفكرية ليست مهمة طالما الحقوق الأساسية هي موجودة بعتذر على صوتي حان بيروحي شوي هل تعملين لأجل كسب المال أم لحبك لهذه المهنة أم أنك تحبين الشهرة أولا لا أعرف ما الذي يمكن أن يحب في الشهرة صراحة يعني ولا مرة فهمت ذلك بالعكس أنا أخجل خجولة بطبعي ولذلك تخجلوني الكثير من التعليقات والكثير من المبادرات لا أنجح فعليا الآن أن أتابع التعليقات التي تتوردونها الآن ولذلك طلبت الأسئلة أمس ولكن سأفتح البث المباشر مرة أخرى لأجيب عن أسئلة أخرى وبالتالي هل أنا بهذه المهنة لكسب المعلم هناك مهن أخرى تكسب المال أكثر من هذه مثلا مستشارة عالمية أو في مؤسسات فيسبوك مثلا لو كنت عمل في فيسبوك كنت كسبت أكثر أعتقد حسب جدول رواتبهم ولكن أنا هنا لأنني أحب هذه المهنة لأن أحب أنها تعلمني كل يوم شيء جديد أنا فعاليا هناك سؤال آخر في هذا الصياق هل كان حلمي منذ كنت صغيرة أن أكون مذيعة لم يكن حلمي أن أكون مذيعة ولكن كنت أحلم أن لأنني أريد أن أجد طريقة تمكن أن أتعلم كل يوم حتى نهاية حياتي لأنني كنت دائما حشرية وأريد أن أعرف وأشعر كلما تعلمت شيئا هناك ما يزال الكثير الذي أريد أن أتعلمه ولذلك كانت الصحافة أفضل مهنة وأفضل خيار لأنها مهنة تعلمنا كل يوم شيء جديد كل يوم تفتح لي أفاق جديدة مثلا اليوم تعلمت عن أن هناك حركة شباب مدني في ليبيا تسعد لعمل مناظرات عندما تعلمنا عن أوكرانيا وكل مشاكل أوكرانيا فجأة بسبب ثورة أوكرانيا هذا ما يجعلني أحب هذه المهنة وسأبقى فيها طالما قدرت ما مدى حرية الصحفي في قناة الجزيرة هي حرية واسعة أنا شخصيا من جهتي لم تواجهني أي تقييدات أي تقييدات من ناحية عندما ذهبت لأفريقيا الوسطى لم يكن هناك أي تدخل أو منع لأي من تقاريري أو تعديل لكلامي أو لطريقة تغطية هل هناك فرق بين الأعلام والثقافة لأنه يوجد وزير الأعلام وآخر للثقافة؟ طبعا هناك فرق الأعلام يخبرك الخبر الثقافة هي الفن الأثار النشاطات الثقافية هي نشاطات تفتح الأفق الأعلام هو أعلام بالنهاية وزير الأعلام يعني بشؤون لأن الأعلام هو حق للمواطن أن يكون له سهولة الوصول إلى المعلومة هي حق للمواطن ولكن الثقافة هي أيضا لتطوير الشعوب الثقافة أشمل من الأعلام والأعماء لا يمكن أن يكون ثقافيا ولكنه ليس أساس الثقافة لو عرض عليك منصب سياسي في لبنان وجدت أن هذا المنصب يخدم أهل بلدك فهل تتحررين من الصحافة؟ وهناك سؤال آخر في هذا السياق كثير من الصحفيين بعد أن يصلوا إلى مستوى من الشهرة والخبرة يتوجهون إلى عالم السياسة فهل هذا في الحسبان ربما وارد في أهدفك؟ كلا ليس واردا أبدا لأنني لا أعتقد أنني سياسية ناجحة أنا صحفية ناجحة لأنني أحب نشر المعلومة أما السياسي فيتكتم على المعلومة وأعتقد أنني على النقيدين ولن أكون سياسية ولست بالغرور الكافي لأعتقد أن وجودي في منصب ما سيكون خدمة للبنان وأعتقد أنني أخدم لبنان وأخدم القضايا العربية أكثر بتسليط الدوء عليها وليس بأن أحاول أن أقدم حلول بالنهاية يمكن دائما أن أكتب وأقدم مقترحات ولكنني لست الشخص المناسب لهذه اللعب لأنني لن أعرف أبدا كيف أتصرف مع كل المشاكل أو أساليب التعاطي بين السياسية هل تفكرين؟ لا هذا جوابت علي ما هي أمنيتك عند كنت صغيرة؟ كانت أمنيتي فقط أن أجد وسيلة تسمح لي ليس وسيلة زميلتي ولكن وسيلة تسمح لي بالتعلم حتى نهاية عمري والحمد لله وجدت الصحافة هل هناك أعلام عربي صادق؟ لماذا يميل العرب لتصديق الأعلام الغربي؟ أعتقد أننا نميل إلى تصديق الأعلام الغربي لأن أولا سياسيين أصدق مع الأعلام الغربي مما هم مع الأعلام العربي تجدهم يخافون أكثر لأنهم يحاولون أيضا لأنهم يخافون من الغرب ربما أصدق مع الأعلام الغربي ولكن المشكلة ليست في صدق الأعلام العربي هناك أنا أجد الكثير من المصدقية لدى الإعلام العربي ولكن مشكلة الإعلام العربي هي أنه مهاجم من كل الأنظمة ولذلك يشعر المواطن مع هذا الهجوم أنه أحيانا يشكك في المصدقية ولكن أعتقد أن هذه هي ما يشكك في مصدقية الإعلام العربي بشكل عام وهناك طبعا التجاوزات من بعض الإعلاميين التي شوهت المهنة ولكنها موجودة في الغرب أيضا الفرق أن لدينا السياسي عندما يتحدث مع صحيفة نيويورك تايمز يصرح ويسرب معلومات فعلية وجدية أما حين يتحدث مع الصحافة العربية فهو يتعالى عليها ولا يقدم أجوبة فقط يدخل في اللغة الخشبية هل المذيع يواجه صعوبات في النشرة؟ طبعا هناك صعوبة ضغط التعامل مع أي مشاكل تقنية قد تطرق الفكرة أن يجب أن تسيطر على تعابيرك يجب أن تسيطر على هدوءك يأتي خبر عاجل وليس هناك الكثير من المعلومات ويتوجب علينا أن نستقع المعلومات لحظة بلحظة من مكاننا في الستوديو وأن نحاول أن نضع المشاهد في الصورة في الوقت الذي نحن نكتشف فيها الصورة معه المشكلة الصعوبة الأكبر التي تواجه المذيع باللغة العربية تحديدا هي التكلم بالفصحة فالفصحة ليست لغتنا الأم اللغة العامية لكل بلد ولكل مذيع حسب بلده هي لغته الأم وهذا ما نختلف فيه عن المذيعين بلغات الإنجليزية والفرنسية هم يتحدثون بلغاتهم اليومية أما نحن اللغة الفصحة يجب أن نكون متمكنين منها ويجب أن نكون نتقنها وهي أقرب كيف إذا أردنا أن نشبهها للغرب هي كما لو طلبنا من فرنسي أن يقدم نشرة باللغة اللاتينية القديمة فهذه أحد من الصعوبات التي نواجهها ما هي القناة الأخبار التي تشاهدها على الجزيرة؟ فالجزيرة الإنجليزية وبي بي سي سي أن أن يورو يورو نسيت اسمها نسيت اسم القناة ما هي أوروبية ولكنني أتابع الراجو كثيرا أتابع الراجو الفرنسي وأتابع راجو منتكارلو الدولية ما هي مميزات الجزيرة عن باقي الفضائيات؟ أعتبر أن السؤال عن باقي الفضائيات العربية أعتقد أننا نتميز بشبكة مراسلين الواسعة الموجودة عبر العالم وأنه لدينا الإمكانية بأن نفتح تغطية من تقريبا أي مكان في العالم يكون موقع ساخن وأن لدينا دعم للتغطية الميدانية المباشرة وهذا ما يميزنا تجد دائما عندما يكون هناك خبرا إخباريا مهما تجد الناس تنتقد إلى الجزيرة لأنها لديها هذه الإمكانيات انتهت جولة الأسئلة شكرا لكم والمرة المقبلة حاولنا نجيب عن أسئلة جديدة يورو نيوز صح شكرا إلى اللقاء